نسبة الدوري النهاردة الاتحادة المصري الكرة القدم بيعلن تعديل موعد 8 مباريات في مسبقة الدوري الحالي بينهم 6 لقاءات في الجولة السبعة بالسبب طبعا التعارض مع جدول مباريات كاس العالم لكرة اليد طبعا ده جي ضمن المباريات اللي تم تعديل موعدها مباراة الاهلي أمام الانتاج الحربي هتقام المفروض يوم الثلاثة اتناشر يناير بدلا من الجمعة يوم خمستاشر يناير طبعا احنا كمان حرسين ان احنا كمان نتفرج او جماهير مصر تفرج على بطولة كاس العالم لكرة اليد ان شاء الله اللي تقوم في مصر فده مهم جدا لسه مع اخبار الجبلية النهاردة كمان اخترت ادارة المسابقات باتحاد القرى المصري الاندية المشاركة في مسابقة الدوري العام باقسامه الاربعة بانه بيحق لجنة المسابقات الدراسة والنظر في تأجيل اي مباراة في حالة طلب النادي انه ظهر اكتر من خمس لعيبة باصابة طبعا كورونا او اي عدد اكتر من حارس مرمى في المقيدين بالفريق الاول طبعا يعني كان من فترة نفتكر ان طبعا اللجنة السلسية بقايد احمد دامي جاهد كانوا قالوا ان احنا هنزود القايمة شوية للاربعين وهنزود عدد اللعيبة تحسبا لاصابات كورونا النهاردة بيقولوا لو اي فرقة عندها اصابات اكتر من خمس لعبين او اكتر من حارس مرمى مقيد في الفريق الاول فممكن النظر ومن خلال الدراسة ممكن يتم تأجيل هذه المباراة اشتركوا في القناة